أيضا ينضم إلينا هاتفيا دكتور أشرف سنجر رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بور السعيد دكتور أشرف صباح الخير صباح نور ريفا عدد كبير من الملفات مطروحة في القمة العربية الأوروبية اللي بتستضيفها شرم الشيخ هم هذه الملفات في رأيك وأهمية عقد هذه القمة أيضا طبعا القمة دي كان فيه سؤال مهم يتم الحديث فيه في أوروبا بين السكرتاريت وزراء الخارجية وزراء الخارجية في الاجتماع الذي كانت من بوكسل احنا ليه ما عندناش قمة مع العالم العربي ولهم طبعا قمة مع دول أسيا مع أمريكا الجنوبية حول قضايا رغم أن العالم العربي هو الأقرب بغرافيا لأوروبا وأقرب لكثير من المفاهيم المشتركة حول التعاون الاقتصادي والتاريخ المشترك الأوروبيين طبعا عندهم رؤية طبعا وفرضتها تحديات السياسة الخارجية الأمريكية خصوصا دولان شراب في قضايا متعددة في التعامل مع القضايا الأمنية والاقتصادية مع العالم اتشفوا أن العالم العربي مهم لأوروبا أكثر من أي وقت مضى طبعا قضايا تتعلق بشكل أساسي في القمة المطرحة فكار إفشار من الشيخ رئيس السيسي في زيارات السابقة مع زمال الأوروبيين تحديدا الدول الكبرى في التحاد الأوروبي ألمانيا وفرنسا كان في حديث مهم عن النزاعات المسلحة والهجرة والأزمات المتكررة في طبعا ليبيا العراق سوريا اليمن الملف الهجرة ملف مثلة تهديدا لأوروبا ومثلة أيضا تصور إيجابي لاستثمار الهجرة لأن عنوان القمة هو أن الاستثمار في الاستقرار هذه قمة شرم الشيخ وذلك يدرك الأوروبيين أن الهجرة المشروعة ستمثل تجديدا لشباب أوروبا الذي يفتقد أنه في الاقتصاد ولكن الهجرة الغير المشروعة التي تحمل أفكار مريديكالية أو متشددة باستخدام الدين قد تضر كثيرا طبعا تقف المجر إيطاليا بولندا بتهديد مباشر من المجر بمنع الموافقة على تسييس أو وضع آلية لسياسة الهجرة بشكل محترم إنساني وهذا الأمر نعرفه طبعا في سياسة المجر بما يتعلقنا القضايا السكانية وقضايا للعمالة ورفق تماما مبني على أفكار متشددة نحو المسيحية المتشددة وهذا أمر ترفضه ألمانيا وفعا كثير من القضايا تقودها مصر رئيس السيسي يقدم تصورا مهما في هذه القمة المهمة المحترمة لقضايا متعددة طيب دكتور أشرف بالنسبة للقاءات أو ربما هناك دائما على هامش القمة وعلى هامش المؤتمرات بجري لقاءات ثنائية ما بين الرؤساء في الدول بعينها يعني لقاءات ثنائية تشمل موضوعات اقتصادية استثمارية مجالات للتعاون المشترك رأي حضرتك في هذه القمة أيضا أو في هذه اللقاءات على هامش القمة هو طبعا القمم السياسية هي دائما يتبعها دائما قمم اقتصادية أو عمل اقتصادي مباشرة لأن السياسيين هم اللي بيحددوا طبعا صحيح مجالات التعاون الاقتصادي هتروح فيين أو تسير إلى أي طبعا التعاون الاقتصادي وهو عنوار قمة شارم الشيخة هو الأصوار في الاستثمار رؤية مصر السياسية أن نبني استقرارا قويان طبعا في العالم العربي وفي مصر طبعا مصر طبعا في تغيرات مهمة تحدث الآن مع طول الرئيس السياسي طبعا قهد البلاد في القوانين والتشرعية بالسماح لمزيد من الاستثمار الحقيقي هو ليس لمجرد لقاءات تنتهي بدون عمل هذا ليس فكرة الرئيس نفكر دائما في الفاعلية وهنا نقف حول اللقاءات السنائية الأوضاع الاقتصادية المصرية المستقرة بتشراعات وبسياسة تدفع طبعا دول أوروبا الكبيرة إيطاليا فرنسا ألمانيا وفي تعاوننا تعاون مستمر ودي طبعا على أجندة الرئيس لأن مجالات النمو الاقتصادي مهمة جدا بين الدول والتجارة تقلل الصراع شكرا جزيلا لفندم شكرا دكتور أشرف سنجا رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بور سعي